جاءت خليل اهلا وسهلا فيك. شكرا. اول شيء مباك على لبنان. كنت عم تلعب بسربيا وهلا ارجعت على لبنان. ونطرين كنت تلعب اول جيم كمانا مع دينامو. نحن حكي عن دول كلهم القصص. الشي الغريب وخاصة اليوم هيك عم برجاء تذكر مع انه انت يمكن اول سنة بالليكن انت كانت معنا بالشانفيل عمرك 26 سنة بس عمرك 26 سنة بس عمرك 26 سنة بس عمرك 26 سنة بس. 10 سنة. يعني من 16 هلا. حلوة يعني. اعتقد ان اذهب برأيي. بس انه 10 سنة 10 سنة بس عمرك. بلايك هلا نطينا شوي لقدين. بس في هدا الموضوع كنت احكي عنه بعد شوي. وتتقول نطيت أورلي عالليك. بس مع انه اول سنة يعني مع مع كاتسريدس مع كورش كاتسريدس. كنت عم بتلعلك وقت. وانا براية هيدول الوقت اللي كان عم بتلعلك ييهون كانوا كروشي للديفلوب منتا بقولك. بس. انا بلاقي في يجب أن يكون هناك أشياء مختلفة فيه ما تتعلم و كيف تستخدم ما تتعلم أنا فيه أتعلم كيف ألعب بسكت فيه أتعلم كيف أقرى اللعبة وبعدين بدي تطبيق تصير أفهم هاللي تعلمته كيف تفرق شوي كان فيه مثلا أكيد هؤلاء المنطس كانوا بعقده و أتعلم كيف أتعلم كيف أقرى اللعبة شي كتير حلو بس الديفلوبمنط عكل الكارير مش عه السنة أو عه السنة ثانية أعتقد أنني أذهب قليلا كيف كان الألترنتيف؟ لو لعبت درجة ثانية أو لو رحت عفاري أضعف ستلعب وقت حديث ثاني هو أن الألترنتيف لم يكن هناك يعني في لبنان بس أنا عم بحكة الألترنتيف لم يكن هناك في الوقت ما كان فيه ألاقي شي أحسن أو سيتيوواشن بس هلأ أنا بتطلع وراء مثل ما بيقولوا ترجع بتطلع كل شي أطاعت فيه أعتقد أنني أستطيع أن أستطيع استخدام قابت برأيك لو أنك تهلاق بسربيا برأيك لو ربيت أكيد البدرس السربية والدفلوبنت بسربيا أحسن بس برأيك لو ربيت أنت بكولتشور مثل الكولتشور السربية كنت معقول مثلا تكون ستارتر بيوروب بزيت التالي أنت أقولك كنت ما أقول كون ستارتر بيوروب أكيد 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 لا كيف أنا بتطلع فيها المدرسة اللي بتدرس فيها أنت بالدرس العادة مثلها مثل بالباسكت يعني أنا هون مخرج بالآخر جاد خليل مخرج من نادي الكهرباء نادي الكهرباء رح يقدر يخليني يصير تانيير فيتران بالليج رح كون أقدر بالمنتخب كون عم بقدر شارك مع المنتخب تحديثي مؤخرا مصبور تحديثي مؤخرا في بلغريد أو في محل ثاني ستحديثي مهار لأنه مثل حيالا إذا رح تدرست بهايرفرد أو درست هون بلبنان مع أحترام للكل فها ها فقط تحديثي مؤخرا كنتم بسكتبول في حياة الحياة أكيد التعليم كان أحسن أول سؤال سؤال بأنك تعتبر بالأساس اللي عندك إياها هون بلبنان بان ايديك. بتخير انا اول سنة لعبت فيها بالشانفيل. اول شي مع كوتش يوناني. اه مش لبناني. يعني كوتش هي وزا جود كوتش. تاني شغلة بعرف قديش في قصة استفدت انت منه انو كت معك تقريبا كل يوم. اه الوقت كمان يلي طلع لك ايه اوقت هتلعب بها ليا انا بتذكر في جيم اللي رحنا ضد الحكمة كان انت عندك بالآخر كمانا. هذا كان مي فرست وقت رعبنا او تي. رعبت فورتي تو مني. مي بالمي. ايه. انا برأيي اذا تلعبت فريق الحكمة الوقتك كان بعد معهم جليان الزوح وكل هادول اللي بعيدة. كانوا الارمادة طبعا الحكمة. تلعب هالقدي وقت بتذكر يعني بعض الصورة براسك كيف حملوك الجمهور انت بعضك الصغير وضعيف. شباب كانوا معي بالصف يعني. كان عنا جايم. كان مينا. طب جاد رجعنا شوي لورا لانا عم نحكي هلا عن الشانفيل. انت ربيت بنادي الكهرباء وبذات الوقت كنت كمانا بفريق الشانفيل تبع المدرسة مزبوط. صح يعني كنت انا وصغير دايما الشانفيل لانه شوي هي مش مدرسة متل الكل. يعني هي من المدارس الوحيدة اللي عندها نادي. فدايما اللي بيلعب بالشانفيل بس بيلعب بالشانفيل. بس انا كنت بالكهرباء يعني الوين عايش انا وين ربيت وين كل شي. كله بيلعب بالكهرباء وبعنطورة او بالسنترال. فانا كنت دايما هون بين كهرباء وشانفيل. ويت وز جريت فور مي لانه اي فيست كل شيء. يعني بالشانفيل كنت عم شوف انا وصغير دايما كان وقتا او ثري او فور شانفيل هيدا الفترة يعني طبعا كوتش فؤاد رجاء جاء كوتش غسان فكت عم شوف هالبرو لايف كيف لازم تكون ترجع بالكهرباء بتشوف هالاكتر دهاصل كيف هالعالم عم تيجي تتمرن لان بده توصل. فا اي تينك اتو هالا اليوم كنت عم بقلي يا شخص كنت عم بلك يا تحت الهواء انه كنت انت من بعد تمرينة الكهرباء تاخد الشباب الولاد الصغار يعني اللي عندك عالفيت عالجاردن حد تسلس صغيرة وتلعب هونيك وازايت الشخص كان عم بيسألنا بالكيو انا اي قلت بدأ اسألك يا هدا السؤال كان عم بيقول شو السبب لمن هدا الفريق الشانفيل يلي كان مسيطر عكل الباسكت المدرسية تقريبا بهالسنين وقت انت كنت معهم وانت اصلا كان مبين من انت وصغير بفتكر انت واحد من اللعيب الكتير قليل اللي كان مبين عزاغة انه هتطلع لعيب منيح يعني ما بتذكر مسلا في لعيب مسلا وقل العراج ما بتذكره بالمدرسة العالم كانت تقول هدا اللعيب هيطلع اسطار يمكن كريم زينون كانوا هيك العالم يقولوا اه كايزي هو بعرف انه انت لان انت كنت بالمدرسة كانت تعليمي فارقة دايما يعني ازا انت بتلعب مع الشانفيل لحيربحوا الشانفيل بس ليش وشو السبب انه هدا فريق الشانفيل يلي كنتوا عم تربحوا كل البطولات تقريبا ما في قلاجات خليل قدر يطلع ويلعب بالدرجة الاولى هلا اول شي تحية لكوتش توني كارا يعني كان كوتشنا اللي عمدي طويلة وصلنا بالاخرات واز امايزينج تو ثري ييرز مخسرنا دايما يعني تحية لكل الشباب اللي كانوا معنا وانا اي ثنك لانو في بريتج مفروض يكون كان مانو موجود بالشانفيل وحلو كتير يرجع يكون موجود لهو انو توقف بيبل ايير تو ييرز اتشانس و تراي ان تسكافر دمسال بالاولى يعني ايام في لعيب بالدفلوب من جادو انا برايي انو في عالم دي نو ودي ار في عالم دي دون نو ودي ار دي هفتو ديسكافر ودي ار ودي رول از فها بتاخد وقت شوي وما انو موجود هيدا الوقت بلبنان فمع انو ات واز امايزين عيز بتطلع هيدا الفريق لي ما كان في حدا عم بينافسه ووين ما كان كان لازم مينموم فور اور فايف بلاييرز يروحوا برو برايك هلا السيستام بالشانفيل انو بعرف مسلا انو براهيم ناسا كتير بيشدد انو دايما بدهوا لعيبة يكونوا كانوا بالماريست يكونوا هلا بالفريق برايك هيدا هيدا هي الابجكتف طبعا ابراهيم ناسا لانو ازا بتشوفها شوي من برا يعنو خاصة هيدا السنة ما بده سيب حالة بالعين بكرا عنا جيم ضده انو احنا بس ازا بتشوف من برا وخاصة انت ممكن فيك تساعدني اكتر انو انت ما كنت بالليج كنت عم بتحضر كتير من برا من سربيا ما بعرف شو الجول طبع هيدا الفريق يعني فريق الشانفيل تطلع فيه ما بتعرف الجول طبع بقوله شو عم بلاوه باجنب واحد ما بتعرف اذا he's building for the future اذا he's building to win now متل كل الفرق بلبنان I think it's a one year decision يعني it's not long term decision يعني متل فيك انت كفريق ما بدي اربح بطولة بس انا بدي من هلا الى 6-7 سنين بدي اخرج 3-4 على عيبة منتخب بس انت برأيك هدا هي الجول طبع بقوله لا انا عبقول في لبنان وهو من بيان انه حدا عنده رول دور لاكتر من سنة هوبس عنده دور اكتر من سنة وهيك شو هو دور هوبس بيخرج لعيبة يقدر يحط مصاري اكتر بالاكادمية كما انت عبقوله صح يعني انه واي maybe هوبس عنده هيدا لشوا بس انا بتفشل شوية اكتر يعني ما بعرف اذا بس بتنقيت الاجاني I would pick my imports يكونوا بيساعدوا هاليونجسترز بطريقة احسن to use the ball في متأس ده يعني يكون عن جد ده خر يعني بدي اعطيه حتى at all cost even at winning or losing ايه هلا تبقى عشان يبون كمان حقالك شو ما عندك the same time بفتكر هوبس how they operate its business يعني هن بدون يضلن بالاولى ويلعبوا الاكاديمي بلايوز بهدا النادي كان من يعطوا اكتر على الاكاديمي تابعولون the same يعني هون ال end game هو الاكاديمي بس you have to respect that يعني انا بهوبس you have to respect البزنس موضل تابعولون لانه خيبي يجي بيقولك انا بارث ما حقدر اربح البطولة يعني انا اكيد اذا بتسأله لجاسم انسو اذا بفضل يربح البطولة وما يلعب لعبي من الاكاديمي ويخسر مصاري بيقولك لا بفضل اخسر واطلع سادس او سابية بس اعمل مصاري ويكونوا لعبت الاكاديمي عم بيلعبه اكيد بس اذا بتطلع على فريق المريست مثلا على انيها الحلقة طالعه لاحد ونحنا الجانب الخميس اكيد كلها اذا بكرا منسكا بس اذا تطلع على فريق المريست عم بيلعبه باجنبي واحد لانه اجنبي واحد كمان الكمبيتشن كمان التيفي كمان عدد اصاص كمان ما بتعرف انه معا اذا هنه مع انه كان عندهم خزين اللاعب يعني انت يمكن اخر واحد من اللاعب التطلع من الشانفيل اذن ضبط لي معلومات اذا غلطان بس انت اخر لاعيب طلع من مدرسة الشانفيل لا في اذن اخده جاد ناصر ايه بس انا ا PAL بس انت كلاعيب يمكن اخر واحد طلع قابلك بن في رودريك وكان في كتير لعيب لام لالشانفيل عمل في عقل uncovered منو رودريك عقل بطريق بوعبود رودي فراج كان فيه لعيب منه طريق من الشانفيل هذه هي الفكرة ان انت كمان مشاكة انت بقيت لسنة فوق دابو شقرة ورجعت فلاد وما رجعت لا انا لعبت رجعت رحت عالتضامن متحد then I came back توشانفيل ومن بعدها دولة رجعت عسربيا بعد شانفيل سنة اللي وقفت بعدين سربيا سربيا دينامو سربيا دينامو هنحكي عنهم هندول كلهم لحرجع شوي لقصة الكهرباء جاد مين اكتر واحد دفشك عالباسكت دفشني عالباسكت بي يعني هو مش دفشني بس انه هو بحكم يعني he was a coach he was always involved in basketball فانا كت هو كان عنده شغلة انه ما بده يعني هو يدفشني كان بده يعني انا وانيشييتت ففي نهار كان عمري شهر ارواع خمسة سنيا رح قلت لأمه انه اللي باية بدال يروح لحاله ما بيخدني معه او بيمرنني معه فمن وقتها بلجت مرن انا وباية و my career I think is a road that we we go through it together يعني انا وباية and I like this very much حتى لها لا انا بعرف انه بايةك بسعودية مظبوط ايه بس انه the daily stuff يعني مش انه the daily stuff is always next to me بيعرف دايما جسم كيف حاسي if I'm feeling in shape الجامعات اللي جاية دايما نحن بنكون عم نحكي به هلوساس that's nice that's nice بس اذا بك تطلع هيك شويلة ورا جاد اه شو كان في ديسيجن بحياتك بايةك انت عملتها وبايةك كان بدو يكتعون شي تاني في شي هيك ميجر بحياتك شي ديسيجن شي فريق مديد فيه او مثلا سفرتك عا سربيا او حياله شي تاني اه لك هو صراحة عادة ما بيعطين يعني ما بيعطيني رأيه قبل ما يكون قررت لأن he doesn't like to influence my decisions بس انه ما بتذكر ساير هيك شي سهو كان ما انت روح انت عا سربيا حتى لو it's for the it's for the for less money كمات تكون عندك لك الاكسبوجر اكتر هو معصب انه رجعت كمان مش الهد بس انه he likes يعني from the financial side قال انه i can help you during this year اذا انت مقرر تعمل هالسكرفايس وتروح على سربيا لهالدرجة ما حدا جابرا يعني 26 يجي يعرض هيدا الشي بس he was very helpful he was more excited than me to go try there the pro-life وكان كتير مشجع يعني روح how's the pro-life there اذا هيك you need to look at it how does it compare at least كيف فيك انت تحط الفرق بين ال pro-life بسربيا وال pro-life بلبنان اذا فيه pro-life بلبنان اصلا انا فيه شغل كتير مهمة جاد الفرق انه انا i'm living in serbia a pro-life on a low level بس انا هون عايش semi pro-life on a high level يعني بالاخر نحنا انا عم بلعب prime time لاحد بهيدا البلد كلو عم بيحضر هيدا الجيم بلعب بمنطخة بلبنان so it's kind of high level بهيدا المنطق بسربيا انا متل عم بلعب انا lesser level مش ال big stars طبعا i'm not there at this level yet فشوها بتحس بهيدا الفرق ان هونيك اكتر individual في كتير قصص بلبنان نحنا we have the luxury to have it هونيك اقل بكم شغلة يعني financial اكتر يعني let's say this بس انو the pro-life حلوة وتعودت علي انا شوي يعني هل متل خلاص شغل اكتر من انو تمرين يعني انت بدا كده ويمست سبع ساعات بالنهار يعني شو بك تعمل فين الكوتش رح يكون عم بيقرير بس انو we have those two hours in the morning three hours in the evening we have to be there يعني اتس شوي اكتر شغل بتشوفه بها الطريقة يعني بيخليك تركيز اكيد وخاصا انا عيش لحالك هوني يجيسوا بفتكر من البيت لنا ملعب من ملعب للبيت ماكسب مع الجيم يعني اتس نايس كمان يعني بتعيش بمحل ما بتعرف حدا انت بتنقش شو بك تعمل تتركيز تتركيز من كل شي بالحياة يعني حتى شي بعد الظهر يعني حدا قطع عليك ما عندك هيدا الشي فانت كل وقت تتطوع تاني نهار وتلعب وتتمرن وتلعب مني حاجة هيك رجعك شوالا ورع اول ما بولشنا الحديث كانت عم بتقلي مثل المدرسة تقريبا كيف بتخرجك وين بتتخرج هلا عم تجاه تذكرني انا انا اتعلمت بلندن same thing يعني انت متل ما عم تحكي عالباسكت انا حقلك about my education لما رح تعمل بلندن كان ذات الشي روح من البيت عالجامعة ومالجامعة عالبيت no distractions بس مشهور تركز بس عالدرس وهيك so a it becomes way easier كمان because you put in the work بدون ما ينزل نقطة منه مش نقطة من هون نقطة من هون بس ليش نحنا معنا اياها هيدا هي it's a culture جد يعني انت بالculture بالعالم كيف صارنا ميت سنة عم نعيش it's okay it's okay for us to go a little bit outside the line اللي نحنا لازم نكون فيها it's okay منتبه في غير cultures ما عندنها بس عندن غير اسشية بشعة نحنا our culture has a lot of beautiful things يعني وقتا تظهر لبرة بتشوف هول القصص قدي حلوة ومهمة بس انه في هيدا الشي نحنا as a culture بكل تاريخنا we have this tendency جاد سؤال about the serbian league حكيتني هلا انت in terms of جاد خليل شو فرقت معك in terms of league كماركت عم بسأله لانه على الابيزود طبعا واقل عرقجي سألته لو واقل قديش بعاد نحنا عن اه وعن جي league وعن السامر كامب اللي راح عليه السامر league team اللي راح عليه طبعا Dallas Mavericks قال لي ما فيه إلا قديش بعاد in terms of competition in terms of فرق وكل قصص يلي إلا علاقة بال league شو اكتر شي فرق بين سربيا وبين الهون بلبنان وقديش برأيك انت احنا معقولة نقدر نتحسن تنوصل ما هقلك عال level الباسكت تبع سربيا بس قتليس نطمح انه نوصل لهيك level راح احكي انا بس تنظيميا والوجيستكس ما راح احكي اه ما راح احكي بالكيف تكبر الولاد وتمرنن وهاك بس انو بتحس هونيك the game and the whole setup of the whole league it's something that is recurring every year وفي الوقت انت تصير تعيد قصص بتصير اهيان نحنا كل سنة ما منعرف اي متى راح نبلش اي متى راح نخلص كيف بنا نبلش وين راح نلعب شو راحنا بسربيا بالليج اللي انا قد فيها يعني السربيان ليج عندك teams معروفين عندك ليج معروف format معروف during game day اه على 12 نسك اتنين بدون يروحوا على الانترفيو على الثلاثة الاربع كله بدي يكون لابس معكم ساعتين تحماية هن بيتلعلون ساعة الملعب كله نحنا ساعة الملعب كلنا الحكام فهمت قصدي يعني فيه هول السمول ديتيلز ليهن البرودكت اللي هو هالباسكت بيخلوه يصير اسلصت وسلت يعني ووقت بتصبت هاي ده بتصير انت فيك تحسن كل شي يعني هو يعني كل ما يكونوا قليلة كل ما تكون انت عندك روتين بقصص كل ما تكون مسبت روتين بكم شغلة بيصير الشي الغلط اكتر بيصير فيك تزابطه بيصير فيك تشتغل عليه اكتر اكتر بيصير جلال كنا عم نحكي كنا بتقصلكي له هدا السؤال برأيك لانه انت يدفلوبت بالشانفير كنت بعدك صغير عم نشوف تيلها عيبة مثل مثلا رودي حج موسى مثل كارل ازاح مثل جيوب سليمين وهلها عيبة اللي عم بتلعوه هلأ برأيك انت احسن انه يكونوا راهوا ع فرق كبيرة مثل بيروت وحكمة ورياضة ويلعبوا مع كوتشية مناح بس ما يلعبوا وقت او نصيحتك لقلهم كانت تكون انه يروحوا يمكن على فرق اضعف حتى لو كوتشيته اضعف بس يتلع لهم playing time اكتر قبل انا عندي فكرة هي انه اول 2 years بالكارير are very important لانه انت بتبني كاريرتك عالتندنسيز بهول 2 years كيف تتعلم من مين تتعلم شو بتتعلم فا اي اولويز بليف انه لازم يكون حدا بفريق على بالليغ عنا شوالا انه في اماتشور تيمز مش كلهم بس انه لاتسي انه سيريوس تيم مش فريق ممكن يروح one game يكون عارف انه خسران let's say this is the bare minimum as competition wise لان تحت هيدا بتصير بس عم بتشارك لا ما عم بتعلم حدا ما يربح مش انت بالنبي اي مسلم انت بالفرانشايز راح يجب له العيبة فمتقص ده مش هيك تكون عم بتعلمه يقبل يكون عم بيخسر 20-30 بتكون عم بتعلمه يقبل يجي فانا اي دون لايك يكون حدا بباطم تيم او ويك تيم بس كمان انا طب تيم اذا بدك تكون تكون عم بتعلمه وانا الشيء الوحيد اللي بدا اول الشباب هو انه with all the stuff بحياتكم هلا اكيد في جامعة في مدرسة و عم بداية حياتهم عم بكتشف القصص شهية you can't accept to be in this position and not outwork the people in front of you i don't believe anybody is out working انا من الى young guys i don't think they are out working because it would have كنا شفناها عقرض الملعب يعني because at the end if you can do the job you will do the job يعني والكوتش ما رح يفكر بغير شي غير انه who can do the job فمتل بحسن بالحكمة سيكويك مين في قدمه هلا سيرجيو سيرجيو is way ahead of سيكويك فسيكويك should be working two and three times harder than سيرجيو to close this gap i think he is الزلم الوكاتيك طب اوله is amazing انشالله يعني جاهده بس انه انا دايما بقول اها صارنا تقريبا five to six years ما شفنا هال youngster اللي بيفوت على الليج من اول سنة تاني سنة بيعمل impact in real good games يعني من خمسة سنين مين شفناه؟ يعني الوايف اللي هلا اللي نحنا نحنا اللي كنا بس كنا صغار يعني انت مثلا كريم زينون وهاللعيب ما فدته على الليج star انا ما قصدي تصير star انا عم بقول انه انه حتى واقل عراقجي ما فات على الليج بلجت ل off the bench كان فيه علي محمود قدامه سنة بعد سنة ايه بس كان فيه جادو يعني بس ينزل الواقل بتحس فيه impact بالرياضة صار شيء ما بتحس انت بهال impact مثلا بالدوحة ما بازل حضرتنا ما كيف حسيت بهال impact اللي عنده ايها كان روتي حجموصة مثلا عم فريقنا انا الدوحة ما حضرتها بس انا عم بحضر الليج اه فمت قصدي يعني بالفريق وان شاء الله بيستاهل يعني وانا ما اصدق انه كم عم بقول ما عم بيكون فيه شيء بس انه they have to put in the work لانه فيهن في experience ما عنده نياها يعني لازم يغطوا هيدا الشيء لا فهمت شو قصدك انت هلا قصة رودي تبه قصة رودي كمانا الروتيشن كبيرة عالقارد بس الصابة بس الصابة جاد بيفوت مثلا زا لعب ثلاثة عربة بقاية بيكون بتجم من بعد الجيم اول واحد بالشوتينج عبو كرا عشية الكاركتر تعبوله حتى الحلو فيه انه ما بيلعب ولا دية اوقات بيكون اكتر واحد بوزيطيف عالملعب بقصة الوركينج هارد انا تبه مش لانه معنا بالفريق بس الصابة مش معه بفتكر انا كتير بحس انه هيكون عنده بوتانشي لطلع لعب قوي لانه اول شي قلبه كتير قوي عالملعب يعني عم بقلك انا عالفينال الدوحة ضد الرياضة هو نايف وتاني شغلة ما بيخاف ابدا من شي يعني بيفوت على الاجارة متل كأنه عم بيفوت على بيلعب ضد اه فورهم اه فير بحميل مكان ات اني جيفن بوينت هيدا هي نفسيته بتشوه بتخيل تبوله للصابة ترود الروف لما بعرف الشباب التاني ازا شو وضعهم بالتمرين وبهالقصص كلها بس فيه قللك ان رودي الحجموسة عنده مخي في الصابة وإن شا الله هيل جدير يعني بس اه اي تینك دسير اه اه يعني هايك شوي بطيقة فور هز الفلوبمنت برك عم يحتاج بالتمرين وهيك بس اي توجد حال لقطعو كنا عم شوفوا اي مهي تبي هنا الحالة اول شي ثو يزد يقطعو جاد وانتك ات عم تلعب وتيك السنة كنا في مرة على البحر كنا انا وياك عم نحكي عن الموضوع ثو يزد قطعو ديور فيك يعني ما حد انا اضحك عالتاني هيدول السنتين اللي قطعوا The numbers were fake The league was fake يمكن إذا بتشيل الفاينل فور ما كان فيه باسكتبول جاين يعني وقتا So إذا بنتطلع على التويز اللي قطعوا في كتير عندك لعيبي كانوا عبي ياخدوا كونترا إيطا عليين وكانوا عبي Their traffic numbers هن ما فيهم يلعبوا باسكت صح بس دس شير بعتقد بعد هالسنة خلص ما بق فيك تكذب يعني بس إنه كان فيه كون بطيق شوية حتى لو كانت أنا هيدا هو السؤال اللي سألت لك يا وتبلشنا للحل أنت برأيك لأنه عم نعطي example رودي وبعض أنه رودي ما هيزعل رودي رح تزعل برأيك أنت رودي هالسنة وينكن لازم يروح بديك تعطيني اسم لحقلك ليش أنا بدك تجعل تقول لي أنت إذا مع عيدة الكوتش كان استفاد أكتر من أنه عم يحتاج بالتمرينات مع سيرجيو والأجانب ومع جو غطاس محال أحسن لارودي أحسن محال هالسنة كان لارودي برأيك هوبس would have been good for him مثلا you think منو جاي من الأكاديمي تعب أقولون سو مبفسي كانوا رح يعبوه قبل اللاعب تعب أقولون محس هوبس عندو هالمشكلة لح أسألك سؤال راين هاشم وين راين هاشم بلش السيزن كان عب يحط 15-16 نقطة كالجيم وراح مع منتخب الناشئين he had a great year واختفى فجل فجأة برك he has other plans أو في شي تاني بس أنه هو ما ابن الهوبس يعني راين هاشم مش هو من أنا عم أقول لك إذا ابن هوبس مش عم يطلع له يكان وقت وقته ما خاص بعدين عندك جوي على الوان عندن هشام الحلو لا أنا عم أقول برك يركبوا سيكويك بدل هشام مش بهذا الفريق اوكي 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 يلعب المنت اللي عم بيلعبه هشام يحتك شوى I think maybe هلا يعني أكيد عم بيربح كتير قصة بالحكمة يعني عم بيقعد مع فريق بطولة عم بيشوف عالم أو العجاني بكلف كوروين very high level يعني to see them how they operate on a daily basis سرجو كمانا هذا اللي كنا عم نحكي فيه لازم تكونوا عم بتشوف يعني أنا بشوف سرجو هو بلا إجر عم بيشوت أو عم بيعمل فيزيو أنا وكصغير بالفريق مجبور to replicate that اكيد هادي هي المنترشيب يلي كنا عم نحكي عليها قبل شوي انه انت كمان الهابتس يلي يكونوا معك بالكارير هن دير بيز على أول كم سنة of development بيفتكر الهابتس يلي هلا عم بيخلوه عم بيشوف كوروين بالتمرين لأنه في جارد أجنب معه مش مثل لو كان بالهوبس كان فيه بس أجانب بيجز عم بيشوف سرجو على مزهر two of the best لعيبة منتخب كمانا veteran leadership بتاع باتريك بوعبود مثلا هالقصص ما بدي احكي عن كوتشي لأنه زياد النطول كمان he's a good coach أحسن ما حدا يقول أنه أنا عبقول أنه نجو غطاس أحسن من زياد بس بيفتكر هدول ال intangibles يعني عم تعلمون رودي بهك فريق حتى لو مش عم يطلع له playing time أحسن من أنه يروح على فريق يطلع له playing time بس هدول مش موجودين this is at least my opinion جاد نرجع شوي لورا كمانا أبدا نحكي عن هدول السنتين اللي مرأوا مين أنت وكمبر أنت وعم تكبر بهاللعبة مين كان ال role model أو ال idol تابعو لك بالنسبة كلاعيب لأنه بعرفك بتلبس الرقم 8 بس أنا ما بعرف ليش بتلبس الرقم 8 تلبس الرقم 8 لأنه أكيد مش كوبي قيت لكن عندي أنا basketball crush عا كوبي آه عن جد أنا لابس كوبي من الكوبي 1 مش مقفى كوبي يعني من أنا والصغير بس كان باية كوتش أنترانيك فترة كان في أجنب اسمه تريمين ما بتذكره وتريمين كان رقم 8 وهو باية كمان رقم 8 بس تريمين كان رقم 8 ومرة شايفنا بجيم وقال لشي يعني أول شي بتذكره من الباسكت هو تريمين عم يحكييني فمن وقته بحب نمبر 8 أوكي وهدا هو كان ال idol تعبو لك أو حدا كان مثلا لا يا مي عدل يا مي عدل بانتر روني فهد عن جد ايه اوكي بكهربا كمان كهربا نكشم كهربا يعني بوينت غارد انه انا وصغير عم شويت كل الوقت وفهد وفهد عن ثري يعني فمتازده اهي وزمي هيرو انا وصغير بس دفلوبين كمان حدي بحبات ميلوش تيودوسيج ايه لعب ما انت مش هيكي ايه صري مش ازي الاجنب تبع تضامن شو كان اسمه داخلك الابيض انا برانكو برانكو اه برانكو 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 فينا نقول هي وزمي هيرو طبك انتو عم بتقبل كان شي المنتورشب بتاع بقوله وشي هيري كانت دقل له مثلا انت حكي معه تقل له مثلا شو رأيكو هون شو لازم اعمل هون او ما كان عنا تقول هالكننكشن عندنا اه لا ما كان عنا هالكننكشن يعني وقت لعبنا سوى في سنة مع كوش غسان جانا لعبنا بالتضامن سوى هون صار شوى هي هالبس مي برأي كيف ماي جايم عبوت مي كرير بس بس كيف ماي جايم لعبنا اكتر شوى انو فان سوبرستار يعني في حتى مرة فدغت راسي و اتواس ان دي سين بلايس من روني ترواقوني قالولي انو سين سين بلايس كنت صغير يعني عم بفت ترقت يعني دات وزي انا معلي روني في دغراس زدر روني في دغراس روني يا ولد لزيز الحمرية جايم مرق عليك كتير كوتشية انت هلقيت عم بتحكي عن كوتش غسان بريسيش مرق عليك بول كفتر مرق عليك مش هيك بالتضامن كمان كوتش اباز كوتش اباز بالمتحد كوتش فؤدب وشقرة كمان كوتش كتسليد ستوني كارا كلها الكوتشية عبزي على تليست بدرجة الأولى مرق عليك كتير كوتشية مين اكتر واحد ما هقل لك مين افضل واحد عندك مين اكتر واحد استفدت منه از باسكتبول بلاير I think كوتش بول يعني كوتش بول عشناه سوا انا وي it was an amazing experience بالتضامن not a full year بس نحنا كنا مبلشين كتير بكير يعني تقريبا عشرة شهر كنا سوا و كوتش بول دايما his point guard is his go to guy يعني بالفريق فبيكون عنده special connection معه وبهالسنة بالتضامن يعني I owe a lot to coach بول لأن كانو عم بيركبوا الفريق وقرروا انه coach بول يكون الكواتش كانو عم بيحكوا يعني وكانت توني بيهدا الحديث عم بيقلو انو مين بنا نجيب عالوان as a starter عم بيتحدث ويقلو كوتش بول بيقلو ان جيكي is gonna be the starter يعني ايمن توني ما كان عم بيعرض هيدا الحديث قالو انو we're gonna work this summer وو he's gonna start for me من هونيق بلشت our connection انو he believed that i can be a starter in my third year in the league واشتغلنا به السيفية علمنا how to be a true playmaker a real playmaker وكتير قصص من my philosophy in basketball and how i play the game is based on my time with coach بول يعني i think he has the biggest impact on me شو اكتر شي فرق بين بول كفتر وبين غير كوتشية لانو بسمع كتير انو مثلا بول كفتر انا والو مرة شغل معه بس كتير بسمع بول كفتر attention to details سابوله كتير قوية بيعرف كتير about development of players وهالقصص كلا شو اكتر شي انت شفته غير عن غير كوتشية انا فيما جملة بيقولو جادو يو play and coach باسكتبول how you live your life يعني and i relate to that so much يعني بتشوف كشخص فيك تشوف هو كي بيكون كشخص كي بيكون كاكوش كي بيكون كاكوش كي بيكون كي بيتصرف فاو كوش بول is a very let's say eccentric person يعني he's a traveler كل حياته on the road he lives for basketball he breathes basketball when you go deep into something حيالة شي وبتعطي هالأد وقت وهالأد شغل بتصير obsessed بتصير obsessed يعني maybe a bit too much for to be a coach يعني انا بلاقي اكتر از يعني هيدا الارتست اللي بيقعد لحال ومش الارتست اللي بيروح بيبيع كل شي يعني he creates beautiful stuff maybe it's a bit too much for some people maybe هيدا بس he creates some beautiful things in the game she has a very great angle يعني كيف يطلع الباسكت اصلا سصغيرة يعني كيف يقول مثلا بيالك انو اللي بيحضر game باسكت قاعد على على البليتشور بالنوس that's a stupid guy لأنو لازم تاعدي محال بيقول انو to see from one angle لأن انت مش هم تحضر تانيس فهو القصص كيف يفق يعني هلقد مفكر بالباسكت في متأسدي يعني انو انت راح تيمين جاعت شمال this is not the way ليس هم تحضر مثلا من الكورنر يعني ليك قديم فكر بالباسكت زلمي تعال هاي ده بكل confidence تعال بكل confidence زلمي he went way too deep in his mind in basketball and I respect that so much ليك هلا اذكرتني بالشغلة صارت معي مرة ما ولا بول كفتر كنا بالكافتيري تبع تضامن السنة انت كنت فيها وفيت هيك يعني وقتها بتخيكت هالسنة انا كنت مع بيروت بس هو قال لي انه هيك جاب عم بتعمله بشغل حلو هالسنة وقال لي بتعرف شو انا ولا مرة بحياتي كان عندي scout بالفريق قلت له ليش قال لي مش ضروري قلت له كيف مش ضروري قال لي ايه مش ضروري انا ما كان عندي ولا مرة scout بالفريق وربحان 1500 game و57 title وقال اسس عاتينا الارقام يعني in details قلت له ايه بس انه خي انه انه مخص قلت له انه فيك كون مسلا شعراتك بشعين وظاهر مسلا مع 20 بنت بحياتك ايه ايه لو شعراتك حلوين كنت يكن ظاهر مع عبنات اكتر بحياتك قال لي ايه لدي بس انا انا اتو 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 عنده عنده ويردنس باوتهم ايه 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 ويردنس is what's beautiful in this world يعني ايه بس بس كمانا كتير obsessed اتو انا انا اعرف اخبار عنه يجن ويفصم على عيبة ازو ايه بدنا حلقة لحالهم اذا بدنا نحكى عن هول لان خلص وقتا يشوف شي وإيام اللعيب بيكون مش ما بده يعمل بيكون مش فهمين the concept behind it فبتصير هيا انت توقف بانجل غلط لان مش عارف طريقة صح يعني انا مش عارف what's the purpose of this screen فازا اتغير شو موفمنت اللي معه الطابة فانا لازم عامل ماش عارف شو هال عامل لل سكرين فهمت اصدق فكتير بيعصي بهو من هيدا الشي وانا هون كنت كتير ليل لان I'm the guy in between جايكي روح معك دقتان بسير له احسن المرجم and the assistant coach عملنا صيفية يعني كان it was the only time عملت كان throughout three months عملنا مثل tryouts بيجو لعيبة كان كله under 25 بيجو فور two weeks متمرن كل يوم وبيشوف coach بالتندنسي اللي بحب اللي بديو ورقبنا الفريق based on this that's very nice بس it was one of the my greatest basketball experiences from zero to the season كيف منقى جاد لأنه رخيص لأنه he's good on the offensive board لأن he runs the break لأن عم لعب حد جاد خليل اللي هو منيح بها بهذا بيكمل بعد كان كتير حلو يعني the process وعن جاد ريسباك بتحكي كتعاني هلأ شوى أو هدول التندسي ساب ولي حسان لا عم بات اكزام اخر شخص رانز the floor وشهد المبارن هقول أنا فلاش إنه offensive boards وليك بعدين رجعت راحت راحت للمحال تاني عمقول لاتغير وشهد فكرتك عم تحكي عني شاد قبل ما نكمل الحلقة إنت عمي subscribe أو بعد إيه ولي عمي subscribe إذا بعممت subscribe تحت على اليمين تقصد التأسي أنا subscriber number 500 شي أه أول قبل ما نسي monetize يعني إنت إنت true fan of the of the so بتكونوا كتير عم تساعدونا إذا بتعملوا subscribe و like له episode كمان at the same time إذا حبين support our channel كمان فيه لينك تبع البيتريون تحت لك فيه أول أنا فيك تقول إذا تقول إنت لحط لك يهب الأول يعني بحط قبل ما تبلش الحلقة وتكمل و أنت بتطلع لكل اللي بدون يسين دونا صار عنا patreon 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 guys لكل اللي بدون يسين دونا بالشانل صار عنا patreon فيكم تشوفوا اللينك تحت و thank you for the support قوية لازيزة هيدا حط الحالة هلا بعد شوي جاد لك أنا خلصنا أول بارت بنقط على بارت دينامو بعد وإنت دحلك سالو سنتين بتروح لسربيا مشيكي أنا رحت بلشت البطولة عرفت أي سنة البنانية تبع لبنان وقت الرياضة ربحه هالسنة كنت بسربيا وجيت كملت second division مع دائمو رجعنا سنت الماضي دينامو ودس شير بلشت السيزن وهلا جيت طيب هذيك السنة بدينامو شو صار معكن كبلشت السيزن كتير منيح كنتو أبطال الزهيب ودن خسرته جيد انت مع كوفيد أحمد إبراهيم مع كوفيد علي حيدر مع كوفيد من صاحب علي جان مارك went on fire خسرته أول game وإنواي it went downhill من هونيك شو صار معكن لكس انت الماضي كتير صار اشياء يعني بدينامو اتواجه very tough mentally وكل اشي اتواج tough ذاتية بس أنا برأيي شو صار معنا أنه ما كانت واضحة الأمور يعني هو عم بيتركب الفريق ما كانت واضحة الأمور وقتها ما تكون واضحة الأمور بيصير في expectations ما بين دمجوا كلهم سوا وكان في الات of expectations وما فيك تقربهم عبعد ووقتها يصير هيدا الشي يعني مثل وقتها أنت عم تظهر مع بنت يعني خلاص she's not not into you she's not into you يعني أدمة عمر أو أدمة جري أنا بدي أقول I'm not into her أنه مهدومة وحلوة وكل شيء بس خلاص you can't feel this يعني وبالباسكت زيت الشي يعني some connections يعني for a team it's either something so easy to build or so difficult to build يعني في قصص بدون ما تحس بيكونوا وإذا ما كانوا أدهن صغار كتير بيعملوا تأثير وإنت معرفت ليه فجأة زبطه أو ليه ما زبطه فأساس صغيرة هيك they are very important للكامستري والتيم ما كان عنا إياهن for many reasons وأدى لكل شيء صار last year يعني باعتقادك الرولز ما كانوا واضحين من أول السنة نوعي يعني كان شوى هاك الفريق مركب بطريقة نطقة يعني تذكر كتعب أقول لك مع كوتش بول هيدا بيلبع مع هيدا مع بيلبع مع هيدا هيدا ما كان بيلبع مع هيدا وما كان بيلبع مع هيدا وما كان بيلبع يعني ما كدوا تلبقوا سوا أو برأيك لأنه الرولز ما كانوا محددين ما البقتوا سوا لا الرولز يعني نحنا مش الرولز ما كانوا انت جاي شو تعمل خيه أنا جاي عامل هيك أوك انت جاي تعمل هيك أوك هيتلا نقطع هيدا السنة بس أنا كنت فكر جاي عامل هيك وحكي لحدا مفكر حالو جاي عامل شي وما كان هيدا الشي الانفاكت على الأرض مطلوب أوك أوك جاد بعد جيم نسى أي جيم بس بتذكر نحن نوفل طلعت مع غياس وإدد شو بتقول للاعيب تلرياضي يوم الأحد لا إذا بيستقبلونا لأن نحن نزنين نجسدر إن شاء الله يعني يلا بايدا وي مثل هلأ لأمكان قبل جيم قبل بطوري دباي أوك اللي سير بتذكر لعبنا الجيم وطرنا بلشنا مع المنتخب يعني طيب سؤال إلك هو بتندم لأنو قلت لها الشغلة لا أبدا أنا كتير شفت الفاص اللي صارت ما شفت كتير إنه نيجاتيب يعني أنا بحب أمزح I'm competitive وأبدا مش كان مثل ما بيقوله قلة احترام يعني المنارة وجمهور المنارة يعني they make you respected بس it doesn't mean I can't compete I can't challenge منارة as big as it is it's gonna be so nice to beat people المنارة يعني وإنما وإنما أشعر the same فما بندم يعني عالي قلتو بركة طريقة كنت شوي تقيلة عالسوق هون بلبنان بس إنو I think عملت كتير برومو حلبة للMTV وعسوش الميديا كمانا وإتواز نايس يعني بالآخر انت بتطلع على السيزن عن بعيد في هيك بوينتز بتشوف ونهو اللي اللي بيحلوا السيزن يعني إي لا أكيد أنا بقى كمان إنت مقلة احترام وقتا بس يمكن مع أنه مقلة احترام حمستهم عليك يعني حمست الجمهورة عليك وعلى الفريق وحمست اللعب يعني it's material it's motivational material للعالم صح بس أنا في عالم بيقوله أنا ما تحمس انت ما يلعب I don't believe in this يعني هات لنحمسهم ويكونوا محمسين وبدون يربحونا وتبرينك در اي جيم ونربحونا يعني في متعزلي يعني مش ضرورة نخاف نحمس حدا كرمال نزمت بالأهيان إذا انت مثلا شيف مايك تايسون عالطريق أو بروكلازن عالطريق يمكن أحسن ما تحمسه أكيد أحسن ما يجن عليك تفتكر الرياض شواء قريبين على هالموضل ما ده براس خيير إذا هن بروكلازن أنا برو كونر آه 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 إذا ما بدك تربح الرياضة بالمنارة ما تجي تقل بدك تنفس على البوت وإنطلاق الرياضة الوحيد اللي ربحتوه الرياضة بالمنارة وانت لعبت فيه كتير مني هلا عم تذكر جيم تري جيم تري جيم تري انت صح و مع كل احترام كمان سايلنت منارة واز نايت احسن لك أكد لك هلا حيقت شواء كان كان هيا حيقت شواء نايت أعطي لعبت بالمنارة انت لعبت بالمنارة ايه صح بس هتغسر أتهم ضد الرياضة لأنه ها يتبع لحيحطو لك سايلنت لك لأ العنجات كان نايت 2-0 برو كان 2-0 وبالمنارة كان جيم تري انت تذكر على الهالف تايم كان ماعي 0 بوينت طلعت هيك انا قلت انا مش رح نروح البيت برو فهمت قصد انا وين روح البيت يعني تقيلة الصيفية بتكون على السويب ف كان حلو نربح كمان بس انه اه انا كنت متوقع تخسرها بالمنارة بس جلت من بعد هذا الجيم ما جددت مع دينمو وفلت عسربيا شو السبب اللي فلت فيها عسربيا صراحة يعني انه انه تلعب بيوروب هول فرق لك الحياتك تحضرون تجرب تلعب هونيك وسربيا was my way to try my dream اول سنة رحت كانت شوى مش متلى هلأ يعني as a player فكان عبالي روح as a good يعني as a better player as a real me وشوف شو الوضع وهك بس it was cut short for different reasons اوكي وهلأ رجعت على لبنان وتتحكي انت about your dream شو الالتماد دريم تقولك شو حلمك كان when it comes to basketball انا حلمك انه العب high level in europe somewhere التلك coach Paul عنده كتير تأثير علي هو هزا traveler ومن او زير اي م a traveler a little bit بحب هيك to go around the globe play at a high level make money it was one of my dreams يعني بس due to a lot of reasons i think it's better for me to come back and settle here okay for now at least for now for now at least جادو سؤال لقلك هو دينامو هديك السنة ودينامو هالسنة سألاك يمكن تجمع جمعتين عم تتمرن معون شو الميجر دفرنسز between those two teams برأيك انا تكنيكال سايد يب انا 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 انت بالاخر نادة كان اول سنة عم بين عمل كل ريفلاكس نادة كل ريفلاكس القصص صرت صار الاشي اهيان صار نعرف الاساس اكتر و تكنيكالي كمان خلص you can really see this is احمد ابراهيم ستين يعني you can clearly see it he's leading the team in a beautiful way كله راكب كله عارف حاله شو عم بيعمل وحكيت انا مع كوت جاد قبل ما اجي قلتله انه هو قلي شو وناطر مني وهيك وانا قلتله انه this year my usage is gonna be different than last year يعني انا this year i'm in addition to this team جاي سكر المحلات ها وتوليد the team in my way يعني فحتى انا جاد تجب تسألني عن سنة الماضي لليوم انا تغير كل شي لالي اكيد جاه دينامو يعني last year كنت بغير محل منتلي حتى باللعب حتى بكل شي ف this year اكتر معروف رول كل واحد كل واحد عارف حالو شو جاي يعمل سألنا السؤال يا رقلا كلها عم تقول انه هدا الفريق فريق احمد هدا فريق احمد هديك السنة ما وعف انت كيف كنت تشوفه بس لكل العالم برات السيركل تابعو لكم كنا شايفين انه هدا الفريق تابع علي حايدر صح يعني انه هديك السنة بتخيل ما وعف زا انتم ما كنتو هايك شايفينه بس انه كل العالم متل ما انت هلا عم تقول انه هاي السنة هو فريق احمد هديك السنة كان فريق علي حايدر كمان صح بفتكر الرولز ما وعف زا انتم كنتم تخاليدين ان الرولز حيكونوا دفرنت بس it was clear whose team is it it was clear and that was not okay for اه او يعني نحن بالفريق هنيك علي حايدر was our go to offensively بس انه in some ways انا مسلا ما كنت انا عم بقلك يكون فريق جاد خليل بس الجاد خليل اللي كان جاي يعمله غير عن اللي كان عم بقدر اعمله for any reasons على الملعب في متعزل okay in that sense انا لاس ير اكيد كان فريق علي حايدر وهي وز leading the team in many ways okay نحن نطل شوي لقدام على المنتخب وهادي great first انت بالمنتخب مع جاد الحاج وخاصة بطولة العرب لما ربحنا بطولة العرب كانت بلش اساسي وفي جاميات انت شوتي تابولك غير جامياتي كتير وكانت عامل اساسي تنروح بطولة العرب شو رجع صار بعدنا ما اتخدت على بطولة عسيا شو رجع صار I don't know برو بس انه بالاخر عندك في بول من اللعب بعتقد بطل المنتخب 8-10 بلاير صار المنتخب 15-16 17 صار فيك عندك انت your choice و نحن حتى كنت عمفكر في الpoint guard positions بلبنان هي شي كتير ريتش يعني كنت عمفكر فيها قبل ما اجي يعني بعتقد انا شي تاسع وتامين point guard بيقض ع هاي الكرسي انت الرابع straight اكتشلي انه كان في عنا علي محمود رودريك واقل وانت اربع straight حلقات مع point guard بعد حتى يعني الpoint guard position بلبنان هو شي كتير اللعيبة حتى لانه انا بيرقي لان دايما انت مزبور فانت اذا لبنان ع point guard يعني عم تلعب اتا هاي لفل ف عندك بالاخر اربع لعيبة ما فيكم في اربع point guard اي بس انت راحت من مش راحت من اي بس انا راحت من starter واقل كنت عم بلعب عالتو ميبي انا جيت على اسيا ما بدي لعب واقل عالتو اي بتروح من starter لابرات اللعب انا عم نقل فمتقصدي يعني ما بدي لعب واقل عالتو اذا واقل از ان دو وان بركة جات خليل مش راح عوز وكيف هو في عوز نا فمتقصدي بركة هيك شي يعني لحس انو انا تقلق لي i have no idea معانو it's a big blow to the head يعني last summer يعني i was so happy in a way لانو لبنان رجع لمحله ورجعنا عم نافس on the continent in asia يعني عم تلعب انت صرت ازا بتخسر غلط بال qualifications احنا بلشنا من اول qualifications ما كنا هل قد dominant يعني اتوازبات ومست يعني بس انو اتز واتتز باعتقادك في حالا ما بده يكون منتخب اوقف تفكر هيك من زمان برو صراحة لانو negative thoughts وقصص يعني قطعت فيها كتير بكارييرتي من انا وصغير يعني من اول ما بدك تفكر يعني دايما في هذا الحديث حدا ما بده حدا بس انو اي دونت think about that جواب دي بروماسي عرفت لا مش دي بروماسي بس يعني صعب جاة توعة تتمرن تبي up up there everyday ف كل شي هيك negative thoughts يعني ببعدوك عن هال mentality اللي لجم تكون فيا اي بعرب لا اكيد بس at the end of the day بتبلي انا بفكر مثلك بس انو اذا حدا عم جاري بيخوزق في ويجاري بيحطني برات الشغلة او حيالا شي I will know about it تعرفت شو yes and مثل ما بيقولو karma will find it okay fair enough fair enough جادل انا انا مكون عم شو جادل انا انا عم بتحكي about the point guard position وقديش هي it's rich انا بعتقدي this summer عالورد كوب اصعب decision على كل جادل حتكون هي مين هيكون الpoint guard انو عندك وقال عرقجة almost certain اللي حيروح وعندك two more guard spot على ثلاث لعيبة يلي هن جاد خليل على مزر وعلى منصور bearing any injuries at least برأي جاد خليل لو جاد خليل من برا as a coach شو رأيه بجاد خليل اللاعب 100% ما بدي تعطيني رأيك كلاعب اذا انت كنت coach ليش بتاخد على مزر على المنتخب ليش بتاخد علي منصور على المنتخب وليش بتاخد جاد خليل على المنتخب اوكي حلو السؤال رح بالج بعلي منصور اذا بد ااخد على منصور برأيه برأيه اللي هو هالهوسلر عن دو بوينتغار بوزيشن لينتو لين ديفندر بتشوفوا بشي يعني اليوم بالجيم في عمل الوفنسور الوفنسف ريبوند او سالة هاصل بوينتغار في متقصد ده ما انهن شي كل انا ما بقدر ما عندي هول الوفنسف الهاصل بوينتغار يعني فهي هاز بوينتغار يعني يمكن بوينتغار لتنبع 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 فهي اعتقد هذا ممتع لهم لعن عادة الهاصل هاك ما بيكون عن جد عالي لا في خلص لك جيم بعض الوقت في وهو تتاك أوفر فهي وترجمع على الانترناشن لفل فهي انا 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 لأنا سنيك لأنا لأنا سنيك عادة دائما انا يهو فهي اتواس باري نايس و هي ستارتين تجو ان او يعني انا دائما صار له بالحكمة under the same coach same atmosphere 2-3 years عميباليش يوسع عمحل بيسموها المايسترو يعني بلاش يحفظ اللعبة ازا بتشوف كتير ريكورنت لعبه سنيك خلاص بلاش يفهم القصص وكيف تتاك دم فهيدا الاسperience اللي صار عنده اياها ايك دس وكيف بيقرأ الاهويرنس اللي عنده اياها عالملعب و اذا ايك ايك ميسل يعني ايك 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 بيناتون حتى ايك 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 الوزيشنز و ايثنج ان امي ايك انا اريح واحد تألعب حد واق العلوان يعني تنكون اثنين اثناء على الملعب on the floor ايثنج 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 يعني حلو يعني the competition اللي راح تصير تنوص الله يعني بس انو big one good luck وتشاد بفتكي هاد الوزيشن الوحيد اللي هلقد حتكون مشكلة بالنسبة للكوش لانو عدوك الوزيشن is almost certain كل اللعيب تقريبا بفتكي هاد الوزيشن هتعملهم واجعة راس بالتنعاش كلهم ايه لانو الوينجية اذا تفكر فيها قلق اذا إلي شامرون كان منصاب بتخيل في عالم بركة تعمل big season تخيل بس وين معقول بعد تعمل big season يعني قد ما حدا يعني big season معقول مثلا ما ياخد على حايدل أو high for example لا لا اكيد بس وعلى الوينج زيت الشي يعني I think this is the only position تخيل حكون المنتخب كتير قريب على منتخب بطولة آسيا بس في عندك على الpoint guard position اثنين من ثلاث لعبي اللي عم نحكي عنه واكيد على الوينج إذا إليه شامون مش قادر يروح عندك حدا محله منتمنى للسلامة اكيد انا نتبه لحلق شغلي اكتر واحد لحيز على إذا إليه شامون ما بيرجع على الوردكوب لأنه ديك المرة لما كان قاعد محلق قديش كان بيان passionate أن يروح على الوردكوب وعده يساكريفايز قديش يساكريفايز كمان يروح على الوردكوب انه يرجع وإذا ما رجع تمني خاص بعرف أنه اتحاد ما بكتير بتسمع أنا شو بحكي بس تمني خاص إذا إليه شامون ما قدر يلعب ويروح على الوردكوب بليز حطوا بالفريق أرجنتين عملوا هيك مع أغويروس وأغويرو بالوردكوب قبل الوردكوب بس بهال أغويرو طلع له ميدالية ميدالية ما بحس طلعه ميدالية بس اسمه ونزل أنه هو هي الوردكوب لأنه وقف كرمير كان عنده مشكلة بقلبه وتراحها بارشلونة وقف قاموا أرجنتين أخدوه أزان لكن يقدر ينزع على ملعب رغمر نسل بالآخر في كتير فرق كتير فرق بس إن شاء الله شامو ما يكون مثل أغويرو أكيد إن شاء الله ما يكون بس في حال كان أنا تبع أصلا شامو سيكون سيكون تهوه ثم مع الهين عنجل سيكون سيكون تهوه لأنه يعرف الملعب مزبوط يعني صوته وخاصة لأنه أريبا للعيبة لستكون منيحة للأسلاف أو للعيبة إذا لماذا لا يكون أسستنط كوتش بهذا المنتخب إذا راح على بطولة العالم إن كيس ما كان يقضي يلعب بيز خدوا هالشغلة بعين الاعتبار ما بيسمعوا شي من اللي بقولوا أنا بس أنا راح أتبنى هالطلب إن شاء الله سو جاد عم نحكي عن المنتهر آخر شغلة غير نحكي عن المنتخب برأيك وين معقول نوصل بالوردكوب بكل صحيح بكل صراحة أعتقد أنه سيكون مرحباً لتقوى إلى الثاني راوم لكن أعتقد أنه سيئة 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 من المنتخب الوضع سيئة من المنتخب الوضع مع صحيحة سيئة من المنتخب الوضع سيئة من المنتخب الوضع أنت تتحدث كله بيقولوا رجع خارطش كل فروتو يعني مش هيدا ما إجا على الويندو أو هيدا ما راح يعني أعتقد أن سيئة من المنتخب الوضع إن جاز مرحباً مرحباً يعني إذا ربحت جيم صرت عم تلعب بـ 3 قاعدة أكيد إنت في 4 تلعب 3 مع 4 إذا طلعت 3 تلعب 3 مع 3 أعتقد أن هذا مرحباً ومش بس هيك كمانة إذا بتطلع أنت كمانة أول واحد بآسيا معه كتير محمولة واحد من آسيا يتأهل على الساكند راوم با دوي بتتروح على الأولمبيكس إذا حدا من آسيا طلع بـ ساعة بركة إيه إذا طلعت إذا طلعت مع فلبينز بالجروب يعني بصير حدا منهم بده يقطع إذا فهمت أصدي إيه معك حق معك حق يعني بس أنه طف برو أنت عندك عندك منتخبات يعني مش ما سحيح لا لا حتى مش هيني يعني كلهم نصر عندهم لعيب تن باي يعني أنا هيدا الدايمن بقوله أنه بعدنا هنا بيقوله في بتشوف بلد بيقدة بيصدر على الـ نحن بآخر عشر سنين مصدرين نعيد يعني سيرجو وزدر مد مينجر لو مينجر بس أنت عندك فرز ديفيجن فرز ديفيجن أسدي يعني بس يو يو سيرجو أنت أفريكان نيشنز بيبعطة 10-15 أكيد ومع بيبعطة الـ هذا الوقت بتصير تقول أنت مش أنه صيفية حلوة لا بلد عم بيخرج عم بينافس عم بيعطع عم بيلعب عم بيعمل هونيك بيصير فيك تحكي أنا بفتكر المشكلة بالـ بالـ هي أنه بعض الناس وبعض الصحفية شوي علوا زياد عن زوم أنه أول شي بيقصة أنه هيدا أحسن منتخب بتاريخ الباسكت خلينا نخفف شوي لأنه تيكون أحسن منتخب ونعمل أثليس النتائجة اللي كنا نعملون قبل بس إذا ما تقول عم بيكتب اسمه عم بيبلش عم بيكتب أول حرف أنا معك انتبه أنا معك معك حق بس المنتخبات قبل ربحانين ع فرنسا ع فنزويل ع كندا ببطولات العالم هلأ هيدا الفريق عاتوه شوية وقت ما تعلو كتير الـ تبعيش رضا أنت عندك في هالمنتخب يعمل شي ما حدا عامله اللي هو يروح على الأولمبيكس كمانه مضبوط أنا برأيه بدنا أجلب منيح أكيد مش هو عم بيقولوا لعالم ما في رئيس جمهورية بلوك اين احنا كنا متفقين وخلص خالص الـ بس ما في رئيس جمهورية رحنا بلعب ايه 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 بيفتح بيفتح كل المفاتيح يعني واحد بس بيفرق كتير يعني بشير فيك انت عن جد زمعك وان very high level كاليبر لا يرفيك تنفس حيا الله فريق اكيد فيك تلعب نحنا تخيل المنتخب مع واقل وبلا واقل قدي فرق اللي هو انت المفاتيح اللي عم تحك عنه تخيل انت جبت كمانا فوق واقل يعني كاليبر كاليبر او كاليبر very high level كاليبر قديش واقل حيرتاح والفريق حيرتاح والكوتش حيرتاح وكلو حيرتاح بس انت جاد كمان تحكي بهيدا الليفل انو شي هيين برو اكيدة يعني انت عم تحكي لا اصدبي انو مش موني وايز او في شي بدو يعني متل اه راتليف بكوريا بس راتليف موني وايز بس لا في سباشل اساس بدون يصيره انت اذا كتجيب حدا هالاد هاي لفل انت عم تضيع له صيفيته انت عم تجيبه باوقات غريبة انت ما فيك تستعمله بالويندوز الا اذا انت جبته لعبته بالليج شو لعب بالليج اجنبه لوك يعني انت عم تحكي بشي هاي لفل وبعتقد هيدا السبب ليه نحنا دائما عم نقجل هيدا الشي يعني دائما كأنه ماجوك هيت لايرعب هالتو ويندوز ارلج ابني محب عيني بتنلزق نورفيل بل هيدا الويندو اعتقد بشيط هكي كتب اكثر مالتيير بس بدا مسارح هيت كتبه كلها وقفة على صفة المصارح حيال لعب معاك مسارح فيك تجيبو مانا مشكلة انا اكيدة لتسي نحن ناخد اجزامبل راتلف اذا راتلف يوجري مثلا بالسنة بيعمل لتسي خمسمية الف اذا جيت انت انت له طعب دجانسك بمليونين دولار مثلاك تلعب بالليج بديما تاخد 500 ألف بكوريا تعمل بالليج 250 ألف ما أنت هيدا الدفرنس عاملا ومكتر بالبيج بولك يلي عم ياخده من المنتخب كان تجنس إذا فيه مصاري فيك تجنس حيير للعيب ويجي يلعب إذا إجا لعب أو ما إجا لعب إليك المصاري بتسهل بس still I don't think it's everything بهيدا الموضوع بس لأنه أنا كأجنب يمجي عم بتجنس ما عم بتجنس على مش إنه مثلا رايحين تلعين بطولة عربية تلعب معنا شهر أنا عم بتجنس على أربع سنين عم بعمل كوميتمنت أنه أنا كل السنة رح كون بعيد عن بيته وبالصيفية رح كون بعيد عن بيته وإذا قطع شهر بالصيفية بده روح ألعب بري تورنمنت وهيك يعني It's a commitment أكيد it's a commitment بس إذا المصري بجعب إليك إذا المصريات مضبوطة شوف والتر هوج مثلا والتر هوج بيخلص بفنزويلة بيروح بورتوريكو بيخلص بورتوريكو بيجي بنزع مصر بيخلص من مصر بيلعب ست سبع بطولات بسنة واحدة بست سبع ليكس بسنة واحدة هذا الزنم كمان ما عنده off season وما عنده شي بس زنم he's getting paid equivalent للي عم بيعمله بس لا تفريبادي لايكس ديس يعني أنت بك تلاقي حدا مثل والت يعني ما ها هي بس بكل هالبول اللعيب بكل هالبول اللعيب وبدك يكون مبسوط أنه يلعب 12 month a year وبدك يكون available وبدك يكون at a high level بس كمان قريب على الليك بلبناء يعني شو الأدفنتج تبع كوريا واليابان وهم دار ليكس صاروا professional أنه قصدك فيه يلعب هونيك يعني بيلعب قلب الليك يعني الhigh level الأمريكاني الhigh level صاروا عم بيتطلع فيه تشاينا أستراليا فيه جابان كمان فيه كوريا بس بعده ما بيشوف هذا الشيء عن الليك بلبنان فهمت أصلا فهمت شو أصلا بس برجع بقلك لو المصاري موجودين هيد الدروب اوف هيكون هو قبلين فيه لأنه عم بيعملوا أراد من وراء المنتخب بس مبسوط المصاري مش موجودين يعني احنا هلا عم نتشارع أنت يتكلم عن المساري موجودين هلا شوي you have to overpay أنت you have to overpay يعني أنا أجرات حقه 500 أنا بدي أعطيه 800 لهالجوب أكيد you are overpaying something already expensive أكيد ما أنت بيكفة أنك لبنان ما أنت عارف أنه أنت بلبنان يمكن إذا تجنست ما تروح أبطوط العالم قبل هلأ قبل هالسنة لو تجنس هاليك السنة أو لقبله إذا بتجنس يمكن أنت حب تتجنس ويمكن ما تروح أبطوط العالم مش أنه حب تتجنس أنت عفري مثل ألمانيا أو إيطاليا أو سربيا أو هذول الفرق الأكبار سو أنت أكيد you have to overpay أكيد أكيد you have to overpay بس this is life you have to overpay ونحن قديش نحن هون بالليغ we overpay for Americans كم يجي يلعبوا عنا بالليغ لأنه أنت جاي على لبنان مش رايح تلعب بمحل where the exposure is very high بس المشكلة أنت can you even overpay can you pay مش عام بيلك overpay can you just pay في سبونسور يعني إن شاء الله ما تكون إبر مورفين جاد أنا بحس هذي كلها ما في مننا الخبرية وما في أجنب جديد وحنروح بواحد من الأجانب لأدام hopefully I'm wrong I'm not wrong بهذه الأساس طبعا المنتخبات بس hopefully this time I'm wrong جاد أما نخلص حديثنا أنا وياك أديثنا أنا وياك أصحاب ولا مرا سياك يا هالسؤال بعد الباسكت شو طموحه لجاد خليل إذا صبتنا أنا أعتقد أنو باسكتبول كارير كم أجنب كم أجنب كم أجنب أفمي جورني بارت باسكتبول وإن سبورت يعني تير حكينا اليوم عن المدرسة عنها مي جول وانا فمي جول وانا أنا صير فيه أتخرج من لبنان مش روح ضايع سنتين جوكو أو شي لا أنا فيه أتخرج من سنتين روح دي وان جود كاليج بأمريكا أنا بدأت أتخرج من لبنان فيه لقيت جوب بيوروب أنا نورمال ليج كل هالقصص يعني كنا نوع خمسة الصبح نشويت ساعة قبل المدرسة لأنه عند ثمان تسع ساعات مدرسة ملحق كل هول القصص اللي أنا ما كان عند يهون كتير فسلاتيز هذا هو مي درم أنه أعمل هالشي تجعل لنجعل 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 مش بس بالباسكت يعني باسكت و اخرى سبورت يعني حتى اي تنك أنا سبورت و ارت ديمان بول انه تنكت انه تطلع جد فيه يعني لنا نعيش حياتنا باليهون بليهون سبورت بس أد ما دي ارشم بيوتفل تنك يعني كل العالم دي دم كل العالم دي ارشن باي دم فهول دم 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 بس بس ارشن بس بس اللي شواء اكتر حبات الى فكرتك بس انت البلاتفورم لك تعمل و مابلاك مش انه انت باك تفتح شي بس بس لابلاتفورم هي انه قلت بخير قلت بخير قلت بخير قلت بخير لكن انت حلق تتخرج من الأيوب أنا عارف جيين التلميذ واحدة بخير بخير فلوانت بخير 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 أنا بدي أعمل مثل هالمدرسة التي تتخرج أنت لديك كل المساعدة لتجعلها في حيات كم أعلم 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 جيد 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 يعني واحدة من أمامي ولي هو رح يكون أكتر من أنه just I won't look only at the athlete أنا I believe كتير بسيكولوجي جاد و سبور سيكولوجي و I always work on that حتى شاطاط ل two people يعني ناتالي جباي اللي أنا بشتغل مع و أنا weekly basis و كوتش داني اللي هو مانا بدينامو وليس مانا بدينامو وليس مانا بدينامو لايك جادو so it was not easy especially my first year in Serbia it was one of my most difficult years x bladder quarter المترجم للغاية المترجم للغاية المترجم للغاية المترجم للغاية رفف وخلص كانت أول شيء يساعدني حيث في كل يوم في كل يوم أن تجدك أن تجدك عندما تكون هناك بتشوف أنت كيف الأسس اللي بتفكر فيها عادة بالحياة أنه شو صعبة وقتا توصل بتاخد هالدسيجن بتكبر يعني هيك هون كمان أول تتسافر كمان هيك بيقولك أنه لما تسافر وتعيش لحالك يوماتور وبتندج بالحياة بحس هيك بحس هيك يعني أنت ما تروح تعيش لحالك بس فيك تعمل باسكت قاعد لحالك ما في حد ما تحكي معه ما في شيء بتصير منك لحالك مجهور تقعد ما فيك تعمل شيء أسلا تصير تقعد بينك وبين حالك المترجم اللي بتلعلك إيها كتير تندج بهذه الفترة أكتر من لو أنت قاعد هنا يعني في أفكار ومعنك بالقانفرد زون طبعو لك كمان هذا الشعر كتير مهمة جادو كويك يوان اي نقيت خمس أسئلة لأنه في عالم كتير ساعدت أسئلة أول شيء يعمل لا هلأ أنت ليش هم تقتصينش انت هلأ قاعد هم تققق عن بتريم هم تققق عن بتريم هم تققق لا يجب أن تعمل مثلا أنا بيتريون بيطلع لأول سؤال ما هو الحلقة هو أكثر شيء بسأل أسئلة من العالم يلي على بيتريون آه بيس على آه الآن هذا هو الأول أسئلة يلي الأسئلة يلي مسؤولين على بيتريون أراد حكيت عنه بالحلقة يعني number 8 ومين الإيدل وكل قصص كله فتحة بين سربيا وهيكي لذلك لا يوجد أسئلة على بيتريون لذلك بدأت بيوتيوب بسألة أ pongا احضر أجلب 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 صحيحين أجلب 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 ومنطي للسرية وقت تفوت بسلام صعبة ليلة عم تلعب ضد زيت الفريد ضد زيت اللعيبة يعني مش انه تغير شي بوجك ترجع تلاقي حالك ف first two games down game بالمنارة انا ما كنت ربحان بالمنارة بحياتي قبل هيدا الgame رياضة جمهور قصة الكزورة كانت وكنا down على الهالف تايم وما بنسعى الهالف تايم حكينا فيها بالحلقة يعني when you see everything when you خلاص you focus on this is the only solution يعني هاي كان خلاص انته رايح على البيت اذا ما ركزت اذا ما شفت عن جاد وين الجابس عم بيكونوا بالديفنس تقدر تهجم عليهم ف the second half of this game كان اكثر شيء I think where I face adversity خالد خميز بسألك knowing your passion for نجمة فانس مظبوط ايه اوه كيف لعنة بتها في القديق اصلاس ما مهريب knowing your passion for نجمة فانس and being one yourself does it bother you that you play for a newly established team that still has no fan base do you think playing for a team with a larger fan base can help showcase your talent اول شي تانكيو لخالد ع هالسؤال انا صراحة جادو كتير بحب الجمهور اللبناني يعني انا وصغير حكمة رياضة دايما بعرف كل اللبناني بسمعهم بحفظهم من الجيمات وهيدا كله بلش من ورا انو انا كت احضر نجمة كتير كت انزل على الامة كانت نزل لك انا احضر انا وامة احضر انا احضر النجمة فشوى هيك معلق انا اموشن لي بالفان Beiس يعني طبعا نجمة لان بحب النجمة بس انا انفالار ابسولية يعني حيلا فان باس it's amazing to have this connection وانو واي على كبرتي بس كبرت i didn't experience this اللعب مع دينما has its benefits بس this missing part لأنه أنا I'm very emotional about it I think بتحس إنه في شي نائس بتحب بتعبي مع المنتخب عم تشوفه at least مشاك أكيد بس جادة بالمنتخب it's different يعني أنت تكون all through throughout the year نعطر كالجام مثلا مثلا أنت نعطر قيم غزير يعني عارف شو رح يصير بغزير when you experience it يعني الشوفة مش بوقتة تعيشة مضبوط يعني أنا مثلا أنا في جيمات هذول الجيمات والجيم دود دينما هالسنة أول السنة وتطالع غزير من الأطفصراد العجلة يعني خلاص you're in your zone من من تحت من الأطفصراد يعني chills يعني chills بعدين هلأ بتشوف هيجا وقت الفيديو ستبع جمهور غزير بهذا الجيم كمان I get the chills أنا دايما بقول أيام بتتفوت بالجاو you have to feel the chills يعني أنت كلاعيب يعني أيام بتوع حاسس هال chills إيام one playable game بتضويك it's good that you will always have the chills and be ready يعني بفرهم مع big fan base هيك هلأ تبه كمان مثل ما انتهلك نعم بتقول قبل شواء أنا مع دينما وفي عندك البنفتس negative part طبع having a big fan base أنه بالجيمات لا ما قزي ما قزي كريتزم قزي بالجيمات لضعاف لما الجمهور ما يكون محمس يطلع على الملعة وبتلاقي الملعة بنصف فاضي بتحس الفرق يعني كأنه كنت عبتسوق فرق مش بس هيك نقوات كان كيف إذا كنت عبتسوق فراري وستقوام عبتسوق مثلا ما بعرف سيارة كتير عاطل ما بدي سام عاصمة هدن يزع علي نسو ميتشي سيارة اللي بتشو سو ذات الشي بتكون انت مثلا غزير فيه وشي خمسة تلاف ستة تلاف شخص فعلا من فوق من الحيطان عشوائي أنا مرة جاي عغزير جادة من الشباك برا لقطين بس عم بيعمل بارفيكس فور فورتي منت عم بيحدى الجيم ايه جنون جنون ما بيقول لك شو ناجاتف تعبول ناجاتف تعبول انه بيكون جيم منه كتير قوي ويكون مثلا بيكعب الترتيب وتحنا بيكعب الترتيب وما بيكون مفاول الملعب بتحس نزلت عبال ما نصير ببطولة ما في كتير من هولي جيمات ما بدل نفتح هلا أحروب بس لا ولا اذا بتمطلع ما بعرف لك الشغلة دايما بقولها هي to really rebuild this league you need to rebuild the rules or the regulations of the league وهيدي الشغلة ان شاء نعمله ايه انا bigger picture بس انا on a big scale اكيب انا on a smaller scale انا smaller scale يعني انت رجع عندك شوي انا بقول ناك سير رح يكون عندك 6 7 serious team او كنت تير مني حملها لكنها بطولة من فرق اذا بغدك تخلي الاجنبيان شي للست اي ضرورية اول شي مسرية التيفي عم يتقصم ع 8 مش ع 12 so more money for the teams عندك بدون list a so all the players يلي لازم to get paid will get paid انا بقول lebanon is a country of a team league اكيد maximum maximum يعني بس انو انو اوستراليا انت عم تحكي باستراليا سمين فرق يعني احنا 12 it's a bit too much it's a bit too much crazy it's crazy sitting here لاحيكون اكيد عادل اخوالي ليش عادل اخوالي لانو سألني لانو عادل اكتر رفري مهضوم الزلمة بنصف الماش بيكون مثلا انت ملازم مثلا عقبال ما نشوفه هون اه لازم انا برأي one difference is هونيك i think the calls are more consistent يعني هون بي لبناء في جيم بتحسو تلعب طف جيمتان بيصير شواء الطف على التطش اكتر السكرين هوني خلاص انت عارف ايا تنبو جاي تلعب في ويثنك this is a decision it's مثل ما بيقولو management decision يعني انا كاتحاد انا لازم قرر what type of league بدي توسال يعني بدي هال طف مثل الانباء كيف تغيرت يعني كان قبل bad boys وخبيط هلا بتشوفه اكتر انو it's something the management should decide طي شوفو هال رفز يعني هن بالاخر بيعفو يصفروا كيف ما بدون يعني يعملوها طف بس هون بتحس بيلحقوا الجيم يعني اذا هالجيم شواء طف بنمش معه هونيك خلاص انت عارف انو هايدا it's a foul هالتوش is a foul هالسكرين is a foul which is انا دايما بحب less variables is better for life ريا عبدالسادر تسألك how do you channel your frustration when the referee's decision doesn't go your way let's add to that when you find the balance when you find the balance saata you can fix everything then you can go back to your balance يعني a missed shot do you feel underappreciated by the basketball community as a whole why are the comparisons always disregarding you between علي منصور and علي منزر for the national team especially do you think you shouldn't you should be considered from the elite group or not yet so do you feel not appreciated or underappreciated by the basketball community underappreciated i don't think so but maybe the fact that if you're a big fanbase يعني حكم اور رياد which is not the fact لشباب يعني i don't have this big fanbase that follows me but underappreciated i don't think يعني انت هلأ بتسأل مما كان ما رح اقولك انه جاد خدير ازا اكيدة يعني حتى انت مثلا ما بتطلع فيها تيبي انا مرة مرة ما فكر فيها هلأ وطريت السؤال فكرت فيها يعني حتى اذا بتشوف مثلا this season عندك اول فريقان تحركوا هن الحكمة والرياضة علي منصور وعلي مزر تالت فريق ما كان تالت فريق كان بيروت لانو كان بيروت كان عبي تحرك معهم هلو الفريقين ايلر ما يروح علاجات خليل ما بعرف انا وبيروت بلشنا نحكك الوقت اه وصار شي فجأة انا ما بعرف في قطش ال يعني اه اوك بس انو برجع بقلك شو سناق مش فجأة بجانب فكر شو ما اقول ليش ما اقول كونها اوام قطع شو هو معك ايه ايه بس بتذكر كنا كان وقتا جاد سعادة كنا عم نحكي وفجأة ويستق ميتينج حتى مرجعنا حكينا فيه و اوك انا ايضا انا شو صار بس انو بس انو بس انو يعني بالصيفية وبجع بقلك جادو يعني بهالقصة مسلا هين فيه بالاخر يعني سناك باعتقد صحيح يعني المالتي يار ديال هن بري امبورتان لان كمان لعيب يبقى بانفاير منزل او ايثنك يعني هلا ازونا اطلع انبي اي شوى ستافن كوري ازا بتشيلو من هال انفايرمند برك ما كان يصار هو اشخ صار عليه يعني بس حالة متدل مع بعضا انه امبورتان مش بس هيك كمان لكن عم نحكي عن هذا الموضوع انا وياك قبل شوي للفرق كتير مهمة انه لاعبتها يحسوا حالهم سيكيورد فينانشلي على عدد سنين ليش لأنه هلأ أغلبية العالم عم بيلعبوا لأنه منذ يجيب أرقام كرمال يقدر يوم دي كونترا أغلى إذا أنت بجاي وماضي 3-4 سنين عندي ما عليك تعطى الهم أنه حتى لو أنت جمعك 0 points 20 أسست مصيبتك ما حيتغير وأنت يتغير بلايك 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 وهيدي الشغلة قد ما يكون اللعيب unselfish ما حتى يفكر فيها لو حتى 5% فأنت بتكونها بتريحوا للعيب أول شيء لأنه أنت عارف حتى لو نصبت لسماح الله لحد دلك هم تقبل مصيريتك في كونترا بس أنت هلأ إذا ماضي على سنة واحدة بتقول خيأ أنا إذا بدي العب وقعطي من كل قلبي وتعورت ولكن تجي ولا حدا حيتفع لي دولار سهدول قصص كلها بتجي بالبسايكولوجي طبع اللعيب بتبين أكثر بالسايكولوجي كمان طبع كل الباسكت يعني بتشوف نحنا هون بلبنان شوي شوي أكيد كله بدو شورت ترم رزولت شورت ترم رزولت ويعني دجوجمت إزهارش يعني بالإندومومنت يعني أنت باكتفع من تحكي توي ييرز تري ييرز في أبس أن داونس في بيج جيمز في في بيج جيمز في باد نايتس ف لأنه أنا بلاقي كمان أنه ما فيها اللونك ترم فالفان بيس دي أرام بيشن شوي لأنه ما عشت أنا مع مثلا let's say جاد بالحكمة خمس سنين شفته in his bad days his good nights فصرت عارف to be patient تعارف أحضره تعارف to enjoy مش ساعة اللي بده النادي بيجي بيقلك يلا الله معك وانت all that you've built for years and years تروح دي آن أو يجي حاجة مسا محل لك كمانا وأنا بقول جادو يعني a real coaching job it will take you one or two years to establish something establish your philosophy on those teams فأنت يعني نحنا هلا six months in بدلت حس إن وسن كوت جاد فيك نفكرة مش مستوعبين عليه نحنا شو بده عالأد من هيدا الشي فأنت it takes you one year to establish this ومن بعد one year في one year to see what happened بعدين بتصير بتشوف كيف تغير الععيب الععيب بس بتصير عالجات فيك to judge the coach and see what his work was about يعني وهنيك فيعلى level وقتها أنت تصير عم تلع مش بس رياضة عندها الفريعة 3-4 سنة لا في كمان هيداك وهيداك العيب عم بيق و as teammates مش بس as players يعني في هاشي كتير مهم it's not here لأ أنا واصل برو أنت عم تلعب champions league يعني يعني you are playing the league you are playing واصل لازم يبالش نتعلم أنه loss ما أنها لقدة شي كتاستروف يعني تذكر كمان بس اخسرته أنتو بالمنارة يعني إذا جيت أنا ما حضرت وما شفت شي ولا شي خلص التمرين كانت بسربيا طلعت حكمي خسري 6 نعت بالمنارة the only loss what better can you ask for my only loss is in منارة وscore average فيه جيبه يعني 7.8 point فبتشوف شوية هيك أنه مثلا أو مثلا مع كوت جورج جعجع كيف كان هال بتشوف شوية أنه هيك مثل ما بيقوله فجل وياك بعده فجل قصص مش كتير يعني هيك على الطاولة وشغل مثل ملازم أنا قبل شوية أنه بتخيل كان شخص اسمه وقل عرجة كنت بديك مرة على فيسبوك على بنيس باسكتبول جروب بعد الخسارة جو غطس ما بيعرف وجورج جعجع ما بيعرف ومروان خليل ما بيعرف وجراد الحاج ما بيعرف هاي مين بيعرف العالم لازم تفهم شغلة about coaches أنه الكوتشي بيغلطه الكوتش بالنهاية مثل اللعيب مثل الإدارة مثل حيلا شخص الحكيم بيغلط جاي عشيغله زي جاي الكوتش اللي حيغلط في محلات اللي حيعمل قصص المنيحة أو محلات اللي حيعمل قصص صح شو بيفروق بين كوتش وكوتش هي قديش الراشيو تعبوله يعمل أغلاط وما يعمل أغلاط والدسيجن أوقات الدسيجن بتصبت معه ما بتصبت معه هادي هي البيشن زون عم نحكي عنه نحن أنه الفان بيزز لازم يكونوا شوية مور بيشن في فرق بتبني سنين وسنين وسنين يعني هم أنت من لما ربحوا البطولة كان سللهم خمس سنين مع جوم جاعز وقيما نوكيان تقريبا بلش بالأول بعدين صاروا يزيدوا 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 لابلآخر وصلوا لفريق تبع سماعي الأحمد وولتر هوج والأجانب كله بدا بيشن الخبرية it's not overnight يعني مرة صباح شف هون قال it's not everything about winning مية بالمية أنت بتجي بتطلع في داينستي بيبلوس داينستي أنيبال أولي مرة بحورين داينستي بس they are beautiful to look at يعني تجي أنت تطلع بيبلوس كيف كانوا مو اي كي بردا مايك فريزر هيدا هيك بتصير تشوف أنه في هيك identity حتى لو ما ربحه رح تتذكرها لكل حيات مظبوط أو حتى الشانفيل مع غسان سركيزا بتفكر فيها ربحه السنة تبعا هيسلب بس أنه كان عندهم شي داينستي كله اللي قعدة غسان بالشانفيل هولي قصص حلوين ولازم يصيروا أكتر لازم يبطل هيك حتى بيروت ما حلو تربح الليق أنت ترجع تنسي ما في حدا بيه من يعني أنا بقول stories are the thing that makes us like sports and do sports بالآخر أنت في أصباك تخبرا multi-year هيدا خلص أنت حامل شعرتين اليوم إني شامون assistant coach محت ومحت لا تبع لي شاموني صح أكيد 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 hopefully جادو thank you كتير على الأبزود الحلو أنا أحب جميعاً أنا أيضاً ساعة وعرفين دقيقة تقريباً النتراتب 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 هذا لا نتراتب النتراتب التي تريد في 26 هو جميل الحلو أنه كنا نحكي أنه صلىك 10 سنين بالليج وعندك أثليس بعد 10 سنين برأيه خاصة ندير صلى الله عليه وسلم ما بتتكل على أثلاتيك أبيلتي بتقولك مثل غير لعيبة بس هو بتخيل انه بعدك يمكن حتى بالنسبة لك ويوجد كارير ويوجد جيد إن شاء الله آآ ربما بتظلك رنعب أنا وبراني انت تخيل ما هو إيه رجلس بيقول على قليلة عمره شدت أربعة سنين بس بس ربما بتظلك كمان عم تتطور ومستويق عم بيتحسن كمان أكيد وبس بلوك كمان ببعض الباسكت الشغلة شغلة أكثير حلو رؤية أينressing لا شيئLa رأCho تم تم تتican kita حتى لو ستكون كل فئة سوف يكون شفاتنا آية جزال risk فما تريد بس شكرا عمي الأشياء أرى